الامم المتحدة تجدد الولاية لنفسها في اليمن بتعيين مبعوث سويدي جديد لمهمتها المتعثرة طيلة ست سنوات من الحرب واخيرا وبعد خلافات مع الصين خرج هانز جوردنبارغ بالقرار لمهمة موصوفة دوليا بانها الاكثر تعقيدا في الوقت الحالي نتيجة عدم القاعدة الاساسية للسلام والمفاوضات عليه السفير البريطاني السابق كان اكثر صراحة حين قال بان تغيير المبعوث الاممي الخاص الى اليمن ليس حلا للنزاع الدائر واضاف بان الشيء الوحيد الذي يمكن ان يساعد في حل المشكلة اليمنية هو ان يعترف الحوثيون بان الحل افضل بالنسبة لهم من استمرار الحرب واكد بان المبعوث الاممي ليس معجزة الحل وانما الاطراف اليمنية يجب عليها ان تبتدعه وتمضي فيه ياسين سعيد نعمان وهو سفير اليمن في بريطانيا برغم تشاؤمه اشار الى انه يمكن ترقب بعض الامل بتعين مبعوث جديد وقال ان الكتلة الاوروبية الضخمة ستلعب دورا ايجابيا في علاقتها بايران التي تملك وحدها قوة الضغط على الحوثيين السفير السابق طواف قال بان المبعوث الجديد لن يكون كسلفه الذي عرف بتعمد البقاء في المنطقة الرمادية وتوقع ان جوردنبيرغ سيكون اوضح واجراء والوضع الدولي مهيئ لفرض سلام اكثر من السابق وان الكرة حاليا في ملعب الحوثيين مجموعة الازمات الدولية قالت ان الامم المتحدة تحتاج اصلاح اطار عملها في اليمن وتغيير طريقة الوساطة وقالت يجب على الدول الاعضاء في الامم المتحدة الضغط على المبعوث الاممي الجديد لقضاء اكبر وقت ممكن في اليمن عوضا عن الجوالات المكوكية في الشرق الاوسط لعدم تكرار اخطاء ثلاثة مبعوثين امميين سابقين صحيفة العرب اللندنية قالت في صفحاتها ان المبعوث الاممي الجديد قليل خبرة لعدم عمله في مناطق الصراعات والنزاع المعقدة فقد ورثا مهمة ثقيلة وسيتحمل عبءا ثقيلا خلفه المبعوث السابق وامام كل هذه التحدي تظل بهمة الامم المتحدة وساطة جرتها الاطراف اليمنية وحملتها مسئولية الاوضاع التي تدور في البلد ولم تعلم هذه الاطراف اليمنية بان الامم المتحدة تدور في حلقة انتزاع مبادرات محلية ورعايتها لحل اشكال ذات البين